الثمنة صباحاً وويدنا مع موجز أهم الأنباء مع هارة الحمداوي شكراً جمانة الثمنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أعلن ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيناقش اليوم عدداً كبيراً من مخرجات جلسات الحوار تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية وأضاف المنصق العام أن معظم اللجان انتهت بالفعل من صيغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها مشيراً إلى انتهاء 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية أكد وزير الخارجي سامح شكري أهمية اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا والذي انعقد بالقاهرة مضيفاً أنه شهد الاطلاع على جهود إنهاء الأزمة السورية وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة أشار شكري إلى اعتماد البيان الختامي للاجتماع بتوافق جميع الأطراف لافتاً إلى أن سرعة الوصول إلى حل تتوقف على جهود الحكومة السورية ودعم ومؤاذرة الدول العربية ودعم وتفهم المجتمع الدولي للقضايا الإنسانية المرتبطة بالأزمة والتحدي المرتبط بالإرهاب وجدية تفاعل والاهتمام لتحقيق مزيد من الخطوات الإيجابية أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوار العسكري جنوبين نبلس بالدفة الغربية المحتلة وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب قرب الحاجز مما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات مشيراً إلى اعتداء قوات الاحتلال على تواقم الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الشاب المصاب قبل أن تعتقله يأتي ذلك فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مداهمة قوات الاحتلال منطقة شرقي نبلس لتأمين اقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لمقام يوسف أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر طبية بمقتل 27 شخصاً خلال اشتباكات بين قوة الرضع الخاصة واللواء 444 في العاصمة الليبية طرابلس وتأتي الاشتباكات على إثر اعتقال أحدث قادة اللواء 444 قبل إعلان إطلاق صراحه وأشارت المصادر إلى إصابة أكثر من 100 شخص آخرين في أعمال العنف بين الجانبين بعد اشتباكهما بأسلحة متنوعة في عدد من أحياء العاصمة أفاد مطار الخرطوم الدولي بإصدار سلطة الطيران المدني السودانية نشرة بفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد وفي بيان أضاف مطار الخرطوم أن سلطة الطيران المدني أعلنت تدشين مركز بديل للملاحة الجوية في مدينة بورت سودان شرقي البلاد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق إقليم كالوجا روسي دون وقوع إصابات أو أضرار يأتي ذلك فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني دخول مجموعة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي المجال الجوي لمصب نهر الدانوب وأضاف الجيش الأوكراني أن المسيرات الروسية اتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا فيما طلب حاكم منطقة أوديسا الجنوبية من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابئ قبل إرغاء الإنذار في وقت لاحق أعلن حاكم ولاية هواي الأمريكية جوش جرين ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات في جزيرة ماوي بالولاية إلى 101 من الأشخاص وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة هواي وأضاف في كلمة له بولاية وسكونسن أن الحكومة الأمريكية ستقدم الدعم للمتضررين جراء هذه الحرائق لفتا إلى أنه ناقش الأزمة مع حاكم ولاية هواي مؤكدا استمرار جهود الإنقاذ هناك في ظل استمرار اشتعال الحرائق ورياضيا تأهلت بطلة التنس مايار شريف إلى الدور الثاني من بطولة سينستيري الأمريكية للأساتذة ذات الألف نقطة وذات الأول مرة بمسيرتها بهذه البطولة جاء ذلك عقب فوزها على الصينية شي يو وانج بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور الأول بالبطولة في مباراة استغرقت ثلاث ساعات وثمانية دقائق هذا وتواجه مايار شريف الدور الثاني الأمريكية كوكو جواف المصنفة السابعة عالميا والتي صعدت مباشرة للدور الثاني دون خوض غمار منافسات الدور الأول انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل